اشتركوا في القناة الآن تتابع دورها ومهامها بمتابعة هذه الفلول والقبض عليها ومتخزة شعار يعني ليس فقط لن يمروا أيضا لن تدعهم يفروا هؤلاء الارهابيون الذين فتكوا بأمن الوطن والمواطن واختطفوا وقتلوا ومثلوا وقطعوا يجب أن تواجههم الدول بما يستحقون على المستوى المادي وعلى المستوى الإعلامي نريد أن ننتقل مرحلة انتقالية تفاوضية يتم فيها أخذ الاعتبار كل مصالح السوريين من مختلف أطيافهم سواء كانوا موالات أو أغلبية صامتة أو معارضة ما زال الحل هو ذاته ومهما كبر العنف أعتقد أنه لا بد من الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة نحن برأينا أن هذا هو الحل الوحيد اليوم الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة مراقبة وشفافة تكشف حقيقة موقف السوريين الإعلام شكل مشكلة كبيرة بالنسبة للأزمة السورية وعقد الأزمة من خلال بس المعلومات غير الصحيحة وغير الصادقة وعدم اتخاذه دور الحياد وهذا رأيناه في سانة وإذا كنا نتحدث عن الجهات الموالية للنظام ولأيناها في الجزيرة وغيرها من القنوات المعادية للنظام أعتقد أن ما كشفته الأزمة السورية هو فقدان الإعلام العربي بمعظمه للمصداقية والحيادية